موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في إفريبين بالعربي وحنرجع تاني لموضوع سلسلة أنا عايز أتدوز وبناء عن طلبات ناس كتير وآلاف الرسائل رغم أنه كنت رافض موضوع أنه أتكلم في موضوع الزواج نهائيا لكن من رسائل كتير على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر ورسائل على الواتساب ورسائل على تليجرام ورسائل على قناة في رسائل كتير بتطلب مني رجوع أنه أعمل فيديوهات تانية عن الزواج فأول حلقة اللي هتكلم عليها النهاردة هتكون مختلفة تماما عن الزواج من فلبينية لكن هيكون الزواج من فلبيني طبعا في مشاكل كتير قبلتني مش أنا كشخصي لا في ناس كلمتني عن موضوع الزواج من فلبيني وفي غالبية كتير من أو يعني غالبية الستات اللي بيتجوزوا من فلبينين بتكون يا إما من الجزائر يا إما إخوتنا من المغرب يا إما من تونس بتتجوز فلبيني وفي منهم بيسألني وباتصل بي هل هو يصلح أنه هو يكون كزوج ولا لا يصلح ليكون كزوج في ناس في بنات بتكلمني بناء عنها بتشوف فيديوهات أن الراجل بيتقال عليه وحتى في قناة أنه هو غير مسؤول ومش عارف إيه وكذا 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 وفي منهم عايز يبعث لي هدايا في عايز يبعث لي كاراتين كلام دوات هل أنا أقبل منه حاجة طب هل أنا أقبل متجوز منه أو حاجة زي كده طيب لو اتجوزت إيه هالعقبات اللي ممكن تقابلني وكلام دوات طبعا برضو من إخوتنا من المغرب ومن التونس بعد لما بتكون متجوزة بتلاقي إن الشخص بتغير وبيتحول في حياته وبيتحول من شخص كده لكده بشخص ساوي جدا وناس بتقعد بالعشر سنين وخمستاشر سنة وعشرين سنة ويفجأوا بمرة واحدة إن هو يعني ايه الشخص تغير أولا بحب أنصح إخوتنا من الجزائر وتونس والمغرب وخصوصا السيدات وده أنا صحت عامة عامة بالنسبة للعرب أرجو منكم وأول واحد قال الكلام ده لا تتزوجوا من فلبنيات مش من سوق الفلبينية أو سوق الفلبيني أو إن هما آآ سيئين آآ أو حاجة زي كده لا آآ المشكلة في ثقافتنا إحنا كعرب ما بنحاولش نتقبل الآخر آآ في بعض الأشياء ودي من بعض السياسات اللي موجودة عندنا ما بنتقبلش الآخر آآ منتقبلش الآخر في حكاية الديانة ما بنتقبلش الآخر في حكاية آآ عرب وبدو آآ أو يعني بندر وبدو أو حضر وبدو أو آآ بقى الفرق بقى ده الهلال ده مش عارف كزا ده تصنيفات احنا مصنفينها فلما بنيجي هنا الفلبين ونلاقي الموضوع آآ كله مفتوح على بعضه المسيحين زي المسلمين زي اليهود زي البوزيين بيعمل عندنا اللي هي صدمة الثقافة فبنتحاول نتعامل بأسلوب تاني خالص إن الناس دي غلبانة وبتاعها مش عارف ايه وبعد كده بيتحول الموضوع إن لأ الناس دي مش غلبانة قوي ومش طيبة قوي ومش عبيطة للدرجة اللي هي آآ يعني كبيرة قوي ومش برضو مش خبسة قوي زيهم زي اي بشر فلازم نتفق من الاول إن الشعب الفلبيني ما هم إلا بشر وكل الناس بشر فلبينية آآ فلبيني آآ كل بشر لكن اللي احنا بنتكلم فيه الثقافة اختلاف الثقافة انت لما حضرتك لما بتتجوزي مسلا انت اعيشها في في المغرب او في الجزائر لو انت عايش في الجزائر تمام وتجوزت واحدة من وهران بتكون مختلفة بينك وبينها مسلا خمسمائة كيلو سبعمائة كيلو بتكون مختلفة الثقافة من بين الدولة والدولة ما بالك مسلا يعني كمثال برضو سوريا ذات نفسها فيها آآ يعني بعض المدن مختلفة ثقافتها عن التانية في مصر مختلفة ثقافة الصعيد عن البحراوي في ليبيا في السعودية الشمال عن الجنوب آآ في في الكويت والدول اللي هي زي البحرين وقطر البدو عن الحضر بتختلف الثقافة في الكلام في الاسلوب في المعاملة في اللغة في اللهجة في في حاجات كتير حتى في الاكل في الشرب الثقافة دي بتختلف فطالما الثقافة اختلفت حضرتك فحتلاقي حاجات كتير تتصد قدامك ما تعرفش انت تتعامل معها فما بالك انت بقى دي بنت بلدك او ابن بلدك وما بينكم بهم بعض اختلاف في الثقافة من مال اللي بينك وبينهم عشر تلاف كيلو او اتناشر الف كيلو او خمستاشر الف كيلو ثقافتها هتكون عاملة ازاي بتكون مختلفة تماما في الثقافات والعادات ودي اللي بتأدي في الاخر اللي هو اللي هو صدمة ثقافية ما بيننا وما بينهم وحتى في ناس يقول لك لا اصلا انا متجوزه مسلم اصلا هو بلك اسلام لا ده بير مسلم او بورن مسلم ده كزا يا حبيبي او يا سيدة الفاضلة اختلاف ثقافة زيادة على كده نرجع بقى الموضوع البشر دول بشر زي نا زيهم يعني مايفرقوش عننا في اي حاجة فيهم اطماع فيهم اه اه فضائل فيهم كل شيء اه اه حلو وقوحش فما تحاولش تقيم ان ده الشعب الفلبيني كده الثقافة بقى اللي انت تقيم عليها ازا كانت ثقافة مزبوط فيها حاجات فانت تتبعها مش مزبوط فيها حاجات فتبتعد عنها طبعا انا خدت خمس دقائق من الفيديو بشرح حاجة بسيطة وشرحتها الف مرة قبل كده ما تتجوزش من فلبيني ازا ما كنتش انت مستعد لتقبل الثقافة ده رقم واحد بالنسبة للزوج الفلبيني هل الزوج الفلبيني مسؤول ولا لا نسبة كبيرة من الفلبينيين ودي ممكن حصلت معايا نسبة كبيرة من الفلبينيين غير مسؤولين او مسؤوليتهم ضعيفة ليه حضرتك لان ثقافة الفلبين ذات نفسها ان الانر بتاع البيت واللي هو بيقول اه يمين وشمال وحاضر ونعم وانت هتعمل كزا وتعمل كزا وتنفس كده واللي بيعمل خطط هي السيد لكن الرجالة يعتبر مسؤوليتهم اقل من السيدات ده يختلف عن اننا في دول عربية الرجالة هي المسؤولة بدرجة جيد جدا والستات هي اللي بتكون يعني يعني بعيدة عن المسؤولية شوية وده اللي من ضمن الاشياء اللي الناس لازم تعرفه ثقافة الفلبين تختلف تماما عن ثقافة الدول العربية فبناء عليه يا اختي اللي تتجوز من فلبيني لازم تعرف ان هو مسؤول ولا مش مسؤول هل مسؤول يقدر مسؤول في بيته يقدر يصرف على بيته ولا ممكن يقدر يسيب البيت في اسهل مما يمكن طبعا انا مش بقوليك غالبية عظمى لا في يعني النسبة كبيرة منهم بيكون اه بيكون مسلا متزوج من واحدة وبعد كده اه عارف واحدة تانية اجمل من مراته او اجمل من بتاعته او اجمل من اللي اللي معاه فبيترك زوجته او عياله وبيتركهم خالص وبينتقل للتانية حتى لو هيعد معاها ليف ان برضو وده برضو من ضمن الاشياء اللي في ثقافة الفلبين في قانون الاسرة حضرتك او حضرتك في قانون الاسرة الزوج ازا ترك البيت واتجه لزوجة تانية قاعد في حتة تانية غير ملزم بالانفاق على الاولاد فده بيديله من الحكومة ان هو مش مسؤول عن العيل ما يصرفش وما ينفقش عليه وده كمان في مواقع فلبينية بتعترض على الموضوع دوت وبتطلب تعديل القانون ده في الفلبين ان الراجل لو ترك البيت يبقى مسؤول من الاولاد ولو قعد في البيت يبقى مسؤول من الاولاد من حيث الانفاق ومن كل شيء عشان ما يديش فرصة للست ان هي تنحرف او ان هي تروح تشتغل في العمالة المنزلية او تروح تهاجر او 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 من المشتقات الباقي لكن الزوج هل هو مسؤول من ضمن الاشياء اللي حصلت معايا ولما كنت بحاول اطالب بابني من اهل زوجتي وان انا كنت بحتفظ بابني وهم كانوا بيطالبوا بين هما ياخدوه وحصلت مشاكل معانا ويعني من جذبه وشده وكلام ده كله بعتولي شخص جاري جاري ده كان مهندس وعايش تمنتاشر سنة مع واحدة فبعتولي الشخص ده يقول لي انت المهتم اوي ليه بابنك ما انا ممكن اترك عيالي في اي وقت وعادي الموضوع يعني انت ليه مهتم اوي بان انت تحتفظ بابنك ليه مهتم اوي ان انت ابنك يكون معاك وفي حضنك وبتاع قلت له هي دي الثقافة اللي عندنا اللي تختلف عنكم ثقافتنا احنا كشعوب عربية ما بنتركش عيالنا الا قلة قليلة من عندنا الرجالة بيسيبوا عيالهم عادي ويولعوا بجهاز يعني مش مهم بالنسبة له لكن احنا ما بنتركش عيالنا الا لما يكونوا مسئولين عن نفسهم يعني يكونوا وصلوا لسن يكون مسئول عن نفسه اي شخص بيعمل كده الا قلة من عندنا كدول عربية بيترك عياله عادي مفيش مشكلة لو عنده خمس سنين اربع سنين تلت سنين بيترك العيل ويغور في ستين دهل لكن الحكاية دي ممكن تحصل هنا في الفلبين ممكن الشخص يكون غير مسئول فتوخي الحزر يا اختي من الحكاية دي تاني حاجة ايه اللي بيغير الناس يعني بيقول لي انا بعد خمس تاشر سنة بتغير بعد اتناشر سنة تغير بعد عشرين سنة تغير ان كان من رجالة والستات بس الغالبية من الستات لكن اللي من رجالة من اخواتنا المتزوجات من اه رجال اه دي اللي هي بتسألني ليه هو تغير بص يا اختي الفاضلة الموضوع ما فيه ان ده بشر بشر بني ادمين والله العظيم بني ادمين انا لو زوجت من واحدة سنة الاولى بتكون سنة مفعمة بالحب والعاطفة والحنان والسنة التانية بتكون اقل السنة التالتة بتكون اقل حتى بيقولوا ان في سبع سنين السبع سنين الاولى دول هم دول اهم سبع سنين بعد كده بيحصل فطور في العلاقة بيحصل فطور في العلاقة ما بين الزوج والزوجة بيبقى الموضوع بقى اصبح روتيني فلو زوجك الفلبيني اتغير اعرفي ان الموضوع ده عادي جدا ده صفة في صفات البشر مش في الفلبينيين. تالت حاجة واهم شيء ان بتحصل مشاكل ما بين العرب والفلبينيين على وجه العوام ما بين الطرفين الرجالة او الستات ان كانت واحدة متجوزة راجل او واحد متجوز واحدة. الا وهي الاعتناء بالاسرة. وقلت الموضوع ده مليون مرة. ثقافتنا كشعوب عربية تختلف تماما عن ثقافة الفلبينيين في التعامل مع الاسرة. هما لو نقول لكم يعني وانا خاجل جدا ان اقول كلمة زايدية. هما بيطبقوا الاسلام ان كان مسيحي او مسلم. هنا بيطبقوا اللي هي اه اه صلة الرحم ان كان مسيحي او مسلم. بيطبقوا صلة الرحم بشكل بشكل فضيع. عندهم صلة الرحم ممكن الشخص يضحب حياته كلها ومستقبله كله عشان عياله عشان اهله او عشان مراته او عشان بيته. طبعا الناس هيقول انت بتتضرب في الكلام. انا بتتضربش في الكلام والله. لو شخص مسؤول من اسرته متزوج وعايش مع اسرته وعايش مع زوجته وخلاص راجل مسؤوله والعينات من دي كتير يعني اهرب افترض يا اخو زوجتي بسمناه ما شاء الله عليه الله اكبر. فا اه لما بيكون مسؤول من البيت وبيكون على دراية بالبيت كويس وعارف الانفاق والكلام ده كله ممكن يضحي بحياته فعليا فداء لعياله فداء لمراته. ممكن يضحي يعيش حياته في الغربة كلها فداء لمراته وعياله. فالموضوع ده مش موجود في ثقافتنا احنا. احنا الواحد لما بيوصل واحد وعشرين سنة الاخوات بيتفرقوا. الواحد لما بيوصل عشرين سنة واحد وعشرين سنة بيبتعد على ابوه وعن امه. بيروح يتجوز واحدة ويعش معاها ويبقى مسؤول عليها. لكن بيترك ابوه وامه. اه ممكن اقدر ابعت لابوية بمصاريف بسيطة لكن مش مسؤول عن بيت ابوية. لكن هنا لا. هنا مختلف تماما. هنا العيل بيكون بلغ الواحد وعشرين سنة او التمنتاشر سنة بيطلع يشتغل عشان ينفق على ابوه وامه. الست بتوصل سن واحد وعشرين اتنين وعشرين سنة بتلاقيها تكافح وتروح لحد الدول العربية او اه انجلترا او بريطانيا او 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 عشان تنفق على اهلها وتكم تخليهم يكملوا تعليمهم اه في جماعات والكلام ده كله برضو كمثال زوجتي يعني قاضط خمسة وعشرين سنة في الخليج عشان تطلع مهندس وممرضة انفقت عليهم لحد لما طلعت مهندس بسمناه مشاء الله عليه كبير مهندسين ومدير شركة كبيرة جدا في الفلبين واختها ممرضة اشتغلت في هونج كونج وكانت ممرضة في هونج كونج فانفقت من حياتها خمسة او بانت بيت لاخوتها وبتاعه الكلام ده كله بعد الخمسة وعشرين سنة حضرتك لم تحصل على شيء صف فهي دي اللي انا بتكلم فيه الزوجة اه هنا او المسئولين هنا الشخص اللي كان مسئول او الزوج او الزوجة ممكن يضحب حياته عشان اسرته ويضحب حياته بقى عشان امه وعشان ابوه وعشان اخواته عشان اي حد في الدنيا اللي حوالي فلازم تفهمه الثقافة دي ازا كان اي حد من اسرتك بيحاول ان هو يدعم حد من من اهله اخواته الكلام ده كله فحاول تعرف ان الموضوع ده في ثقافتهم انت بقى وشاطرتك ان انت تقلل من موضوع ده وتخففه لان بيوصل الموضوع ان هي الزوجة او الزوج بينفق كل ما عنده فعليا مرتبه كامل عشان اهله وعشرته او بيته او دنيته ينفق عليهم انفاق كامل يا رب اكون افدتكم بشيء النهاردة وارب تكون استمتعتم يا ريت تعملونا سبسكرايب ولايك وشير تدعمونا في القناة وتزولونا على كل روابط الموجودة في صندوق الوصف ولو حبيتوا تدعمونا من عن طريق الانتساب او سوبر تانكس وشاكر ليكم جدا وانا استودعكم الله الذي لا تضيع وضيعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة